اشهد معالي السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمضامين الكلمة السامية التي تفضل بها جلالة الملك المعظم في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزري لمنتدى التعاون الصيني العربي واكد معاليه ان العلاقات البحرينية الصينية التاريخية المتميزة وما تشهده من تطور ونماء بفضل حرص واهتمام جلالة الملك المعظم ودعم ومتبعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترتقي لمستوى الشراكة العميقة المستمرة مضيفا ان الاهتمام الرفيع لمملكة البحرين مع تولي رئاسة الدورة 33 للقمة العربية في تعزيز العلاقات العربية الصينية وكافة القمم المختلفة واطلاع جمهورية الصين الشعبية على نتائج وقرارات القمة العربية يعزز الدورة الدبلوماسي المتميز لمملكة البحرين